وإذا نرجع لقديم الأيام فكرة البدلية نبدأ أنه دايما ترى في ذبيحة مقابل إنقاذ أو خلاص شخص آخر فنرى أنه آدم وحوى أخطأ ضد الله الرب حاولوا بتدينهم وبطريقتهم الخاصة أنه يصنعوا أوراق من التين حتى يخبوا العورة فالرب نسج أقمسة من جلد وهذا طبعا يطلب ذبيحة وهنا نشوف طبعا الشيء الأول قائن وهبيل مع أنه قائن قدم من ثمار الأرض لكن الله رفض ذبيحة قائن لأنه نظر إلى قائن نظر إلى قلب قائن وإلى ذبيحته فرفض هذه الذبيحة لكن هبيل قدم من خيار الغنم فمشان هيك طبعا الربارك ذبيحته وهكذا أحبائي منشوف حتى نوح بعد الطفان منشوفه في علامة العهد في قوس قزح أول شيء بيقوم فيه نوح بيقدم ذبائح من الحيوانات الطاهرة ترجمة نانسي قنقر